تتواصل استعدادات مدينة السلام لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر كاوب 27 وفي هذا الاطار تنتهج مدينة شرم الشيخ أليات متنوعة للتسهيل على المشاركين إجراءات التسجيل والتحركات بوسائل نقل صديقة للبيئة ووسائل أخرى لوجستية والتي يرصدها لنا مرسل التلفزيون المصري كاريم بيبرز في التقرير التالي بمجرد الوصول لمطار شرم الشيخ الدولي تجد هؤلاء الشباب الذين يساعدوك على التوجه لكاوب 27 إما لأماكن التسكين الخاصة بالوفود أو حتى لأماكن عقد المؤتمر في حد ذاتها إما في المنطقة الزرقاء أو حتى في المنطقة الخضراء ولكن لتنتقل إلى المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء هناك وسائل نقل صديقة للبيئة تنتظرك خارج المطار في البداية ينتظرك الشباب المتطوعين لكاوب 27 ويمسحون البطاقات الشخصية أو جوازات الصفر لحصر الأعداد التي ستحضر مؤتمر المنطقة ثم بعد ذلك تتجه لخارج المطار لتركب أحدى هذه الوسائل الصديقة للبيئة وهذا ربما الآن أنا متواجد داخل إحدى هذه الوسائل هذه الوسائل تعمل إما بالكهرباء أو حتى بالغاز الطبعي تنقلك بالمجان إلى المكان الرئيسي لاستخراج التصريح الخاص بالأمم المتحدة الذي سيسمح لك بالحضور أو المشاركة أو حتى بالعمل داخل المناطق المخصصة لها داخل كاوب 27 للحصول على هذا التصريح سنتقوم بعدة خطوات ومن أولها الوصول لهذا المكان وتقديم البطاقة الشخصية دعونا نتعرف على هذه الخطوات هيا بدأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن نحن في الخطوة الثانية لاستخراج التصريح الخاصة بيئة الأمم المتحدة لتغطية كوب 27 هنا داخل هذه القاة عليك التأكد من شيئان الشيء الأول هو البطاقة الشخصية إذا كنت مصري الجنسية أو جواز الصفر إذا كنت غير مصري ثم بعد ذلك تتوجه لأحد هذه الشبابيك هنا يستقبلك المتطوعين هنا التصريح بالأمم المتحدة اللي يتحدثون إما باللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية للتواصل مع جميع الجنسيات بشكل عام ثم تبدأ بتقديم الموافقة الخاصة بيئة الأمم المتحدة الذي أرسل إليك عبر البريد الإلكتروني الذي يؤكد على موافقة لك على حضور مؤتمر المناخ وتقدمه هنا على هذا الشبابيك وبعد ذلك خلال دقيقتان أو ثلاثة بالكثير يتم استخراج هذا التصريح عن طريق تقديم البطاقة أو جواز الصفر والموافقة الخاصة بيئة الأمم المتحدة ثم يتم تصويرك هنا يتم تصوير هنا في هذه الكاميرا واستخراج التصريح في هذه اللحظة في هذا الوقت ثم يتم بعد ذلك التوجه لإما أماكن التسكين أو حتى أماكن العمل داخل المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء كريم بيبرس التلفزيون المصري